اشتركوا في القناة ملك متوج على عرش القرى الافريقية وايضا كمان ملك متوج على البطولة المحلية البطولة المفضلة لجماهير النادي الاهلي في المركز الاول بفارق كبير جدا عن اقرب المنافسين فبالتالي حديث عن المرحلة اللي جاية سوشيال ميديا بالتأكيد واهتماماتها دايما بالنادي الاهلي وما يحدث داخل النادي الاهلي والاستعداد بالنسبة للمرحلة الجاية الجماهير كلها متشوقة ان شاء الله للفوز ببطولة الدورة والاستعداد للبطولة الافريقية لذلك النهاردة إن شاء الله هنتمع معاكم كل المستجداد ونشوف للسوشيال ميديا مهتمة بإيه بتتكلم عن إيه إيه أكتر حاجة الناس بتسأل عنها إيه أكتر حاجة الناس تحب تسمع الإجابة الصحيحة والمعلومة الدقيقة بالنسبة للمرحلة اللي جاية ندخل على طول في حلقتنا النهاردة ونبدأ معاكم وتشاركونا بالتأكيد من خلال صفحاتنا على السوشيال ميديا الفيسبوك وتويتر وإنستجرام وتشاركونا في الإجابة على هذا السؤال وبالتأكيد بعد الفوز بالأمس على حرس الحدود بهدفين مقابل لاشيء في مباراة كانت عنق زجاجة رأيكو إيه في أدايا الأهلي؟ تعليقاتكو بالنسبة للمرحلة الجاية شايفين إيه اللي ممكن يتعمل الفترة اللي جاية والأداء ده ممكن إن شاء الله الفترة الجاية إزاي ممكن يتحسن الكل يدخل ويشارك لأنه بالتأكيد معنا فقرة في كتام الحلقة نعرض كل مشاركتكم ونشوف انطباعاتكم بالنسبة لمباراة الأمس بين حرس الحدود والأهل اللي أقيمت على ستادي الماكس والأهل حقق فيها انتصار مهم جدا نحوى الفوز بدرعي الدوري بهدفين مقابل لاشيء للساحر والمميز وليد سليمان والنجم خط الوسط محمد مجدي أفش لكن بسرعة ندخل لعنوين حلقة النهاردة نبدأ مع بعض من تريند الأهلي الأهلي يبدأ الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي ومن التريند المحلي اللجنة الخماسية تعتمد تشكيل لجنة الحكام وفي التريند العالمي بابي يغيب عن مواجهة فرنسا وكرواتيا بسبب كورونا أهلا بحضراتكم من جديد وحديث في فقرة تريند التريند دايما معاودينكم كده تريند التريند بيكون في تفاصيل مختلفة ما بتلقاهاش ولا بتسمعوها في أي مكان تاني والحمد لله دايما بيكون عندنا الصابق لأنه دايما بنشتغل على المعلومة دايما بنشتغل إزاي نوصل لجمهورنا المرحلة الجاية إزاي المسؤولين بيفكروا فيها الاتحاد المصري ممكن بيحضر إزاي لختام الدولي أيضا كمان بالنسبة لنادي الأهلي الفترة الجاية إن شاء الله بيستعد إزاي لحسم البطولة في المرحلة القادمة طيب مبدئيا الحمد لله إحنا على بعض خطوات قليلة جدا بنتكلم في ثماني نقاط من إجمالي تسع مباريات متبقية شوفوا الصدارة وشوفوا الريادة وشوفوا العظمة اللي فيها النادي الأهلي خلال هذا الموسم رغم كل الظروف لكن دائما الأهلي بيغرد في مكان لوحده منفردا ما احترامنا لكل المنافسين لكن النادي الأهلي منظومة إدارية ورياضية وقروية مهما كانت ممكن تواجهك صعوبات أو مشاكل أو أزمات أو تتصدر لك موضوعات لكن أنت دائما ماشي في سكتك لأنك ملك والملك هنا ما بتتقالش على أي حد الملك لازم يتقال على الفريق اللي بيحقق بطولات وموجود في الصدارة والتاريخ والأرقام تشهد له لا محتاجة تعليق ولا محتاجة أي حاجة تانية التاريخ والأرقام بتشهد لك من غير ما أنت تتكلم الكلام الكتير لا عنده تاريخ ولا عنده أرقام لكن النادي الأهلي دائما في الريادة لأن الحمد لله بيسعى للرقم 42 بطول الدوري ولما بيفوز بالدوري مش بيفوز بالعافية أو بفارق نقطة أو 3 تتكلم في 20 نقطة 25 نقطة 30 نقطة وده على مدار التاريخ بعد الفار وقبل الفار النادي الأهلي دائما عارف سكته طيب بعد الفوز بالأمس على حرص الحدود الناس بتتكلم بقى على مباراة الإسماعيلي هتكون في برج العرب إن شاء الله يوم الجمعة القادم وبعدها ب72 ساعة الأهلي عنده مباراة على التحدي السكندري أيضا في برج العرب إمكانية إن الفريق إن شاء الله يكون في معسكر في برج العرب يقعد هناك الثلاثة أيام بين مباراة الإسماعيلي والاتحاد أكيد الجهاز الفن عايحضر لده ويشوف ده بالنسبة للمباراة الجاية عشان يشوف أفضل حاجة بالنسبة للفريق الفترة الجاية عشان ما يكونش فيه جهاد سواف السفر من القرية الأسكندرية خلال الفترة اللي جاي مباراة الأمس رغم أن الأداء ما نلش استحسان الجميع لكن في نفس الوقت أنت خطفت المباراة في الجزء اللي أنت قد عايزه وعايز تحقق السلس نقاط أو زي ما بيقولوا ممكن تتعمل فوز تجاري بتكسب وتحقق الصدارة وفي نفس الوقت بتشتغل على المرحلة الجاية لكن أهم في حاجة في التوقيت ده وإنت راجع من تأثير فيروس كورونا وتوقف النشاط وإنت لغاية دلوقتي بنتكلم لعبين حوالي 8 مطشاط أو 7 مطشاط فبالتالي إن شاء الله الفترة الجاية المستوى هيبقى أفضل لكن الفايدة والميزة إنك بتكسب في اللحظات الأخيرة ودايماً السكاوتينج أو التحليل الرقم للنادي الأهلي الأهلي بيقدر يعمل أرقام جيدة جداً في آخر ربع ساعة من المباراة مش هتكلم على بلاس 90 فوق 90 فوق 90 دي مرقة مسجلة باسم النادي الأهلي الحمد لله لكن آخر ربع ساعة ده هنا بيدل على إنه فريق بيقدر يلعب حتى الرمك الأخير وجاهز للفوز في أي لحظة من لحظات المباراة هدف وليد سليمان إنتش بتتكلم عن لعب عادي وليد سليمان الساحر وليد سليمان اللاعب اللي تقدر تقول عليه عنده إمكانيات عالية جداً على فكرة وليد بيلعب جزء من المباراة لكن مع ذلك بيحترم رؤية الجهاز الفن وهنا ده اللعبة اللي بتقدر تشتغل على احتياجات الجهاز الفن والفريق محتاج إيه وده حاجة إيجابية للعب كبير وكابتن من كباتل الألزة وليد سليمان مهما تقال على وليد سليمان هو بالنسبة لنا الساحر الساحر القروي اللي بيقدر يمتعنا بمهاراته وإمكانياته وقدراته ما هنا السحر سحر عن سحر يفر أخدوا بالكم لأن هنا السحر سحر الملعب سحر الأداء سحر الفنيات في ناس بتتمنى ضفر وليد سليمان يكون عندها لكن مش عارفة تجيب نوعية زي نوعية وليد سليمان وليد سليمان من النوعية اللي كانت موجودة مع جيل عظيم جيل محمد برقات ووائل جمعة وعمد متعب وتريكا جيل جيل كان على أعلى مستوى لكن دلوقتي تتكلم في لمسة فنية للعيب موجود في الدور المصري غير موجودة في أي نادي آخر ولو نشوف وليد سليمان بعدد الدقيق اللي شارك فيها لكن بيصارع على الصدارة والهدفين ومش من ضربات جزاء وليد سليمان أهدافه كلها ملعوبة سواء مرمز مالك في الجونة في بطولة إفريقيا لهدف اللي أحرازه مبارح تحسوا كده إيه إن الأهداف متشابهة لأن سحر اللاعب هنا سحر فني والسحر في العقل بالأداء المتميز ريحة ريحة طيبة من جيل عمل إنجازات وبطولات لجاية اللحظة دي أنا عارف إنها بتمس العقدة لبعض الناس وبتحاول إنها تتناساها لكن وجود وليد سليمان بيفكرهم بالذي مضى طيب ندخل بقى بالنسبة لمرحلة الجاية عندنا مبارات الإسماعيلي والاتحاد وإن شاء الله على بعد تمن نقاط أو مباراتين أو تلاتة إن شاء الله ونقدر يعني نحتفل ببطولة الدوري ونسعد بالنسبة للمرحلة الجاية عشان نستعد للبطولة الإفريقية طيب الترند التاني من تردن ترند البطولة الإفريقية في كلام كتير وفي تفاصيل كتيرة لكن النهاردة الثلاث لغاية يوم الخميس 48 ساعة اللي جاية هتسمعوا التفاصيل كتير قوي طبعا في اجتماع كل وسائل إعلامي اهتمت ونشرت وكتبت عن الاجتماع اللي هيكون في الساعة السادسة للجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي واللي هيكون على رأس هذا الاجتماع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي وعيدا كمان بحضور مندوبي التمن أندية اللي هيشاركه في مرحلة نصف النهائي سواء دور الأبطال الأهل والوداد والزمالك والرجاء أو حتى الرباع الكنفدرالية نهض الدركان حسنيت أجادير حراك وناكري الغيني وبرامدز المصري الاجتماع هيشوف المرحلة الجاية إيه الأنسب وإيه الأفضل وظروف كل نادي والوضع سواء في مصر أو المغرب خلال الفترة القادمة مش عاز مع الأحداث لأن في اجتماع اجتماع مهم جدا هيكون فيه تفاصيل كثيرة وفيه سيناريوهات متعددة سيناريو بإقامة المباريات في موعدها ولن تؤجل سيناريو بإقامة المباريات الذهاب وإياب ولووضع الوباء في مكان مش مناسب ممكن يكون فيه طلب أن يتلعب في مكان يكون مناسب للفترة الجاية سيناريو أن ممكن يكون المرحلة الجاية مش مناسبة فالأندية إذا اتفقت ممكن تتأجل لمرحلة أخرى بشكل عام أنا قلت مش هازبع الأحداث لأن أجيد خلال التمانية واربعين ساعة اللي جاية فيه تفاصيل كثيرة والتمانية واربعين ساعة الماضية فيها تفاصيل كثيرة كل يوم فيه كلام وكل يوم فيه معلومات لكن التوصيح اللي هتخرج من النهاردة من لجنة المسابقات واجتماع مندوب الأندية السمانية اللي هيشاركه في دور الأبطال والكونفيدرالية هتترفع للمكتب التنفيذي اللي هيعتمدها إن شاء الله يوم الخميس ويكون القرار النهائي والرسمي نتمنى يا رب بإذن الله الأصلح للنادي الأهلي خلال الفترة القادمة يكون مناسب لقطاع قرة القدم عندك مشوار محلي خلاص في الرمك الأخير مطشين تلاتة وتحدد الرؤية وتستعد الإفريقية إمتى التاريخ والمعد خلال الساعة الجاي هتتضح بنسبة كبيرة لأنه تفاصيل كتيرة جدا وفيه مستجدات كل ساعة بالنسبة للمرحلة اللي جاية النهاردة حتى صباحا موقع أفريكان فوتبول يتكلم على إن الاتحاد المغربي أرسل طرب رسمي بالتأجيل نتيجة الوضع الصحي حاليا في المغرب نتمنى السلام يا رب الأشقاءنا في المغرب بالنسبة للمرحلة القادمة فبالتالي هنشوف هذه الطلبات مع رؤية الأندية السمانية دوري أبطال أو كونفيدرالية إيه الأنسب بالنسبة لهم المكتب التنفيذ عينائش ده زي لأن خاصة الأمر مش متعلق بالمباريات فقط إنت لو حصل تأجيل إنت أترحل كمان موعد المباراة النهائية وما تنسوش إن لسه مكان المباراة النهائية مش معروف لغاية اللحظة دي فبالتالي هتتكلم لسه في موعد قيد ممكن تتغير وهتتكلم لسه إن الدوري المصر والمغربي ممكن يخلصوا إمتى لأن فيه تقارير تكلمت على إن الاتحاد المصر والاتحاد المغربي فيه اتفاق ما بينهم إن ما عندهمش مشكلة بالنسبة للتأجيل إن 20 أكتوبر ده معاد أربك الحسابات وقلنا قبل كده إن التصنيف هنا مش هيعمل مشكلة وعندي هنا معلومة أقدر أقول لكم ده انفراد وده شيء مميز بيدول إن الناس في الاتحاد الفريقي بتحول تشتغل على مصالح كل الأندية وكل الاتحادات اقتراح يقدم في المكتب التنفيذي في إطار إن الدول التي لم تنتهي من دورياتها حتى هذه اللحظة من الممكن منحها استثناء لاستكمال دورياتها أو إرسال أسماء الأندية بحروف أو أرقام الفترة القادمة حرصا على انتهاء هذه الدوريات تبقى للموعيد اللي بيعلنها كل اتحاد محلي في الفترة اللي جاية وده مكافأة للاتحادات التي أصرت على استكمال المسابقة بالنسبة للفترة القادمة أفضل من اتحادات أخرى ريحت دماغها وخدت قرار بالإلغاء وعدم استكمال الموسم والاعتماد على الأندية لشاركة الموسم الماضي فبالدالي أنتم تتكلموا على اختراح فيما معناها مكافأة للأندية أو للاتحادات اللي بتفكر تكمل مسابقتها ولسه ما خلصتش إن هي تستسنى من معادة 20 أكتوبر عشان تبعت أسماء الأندية حروف أو أرقام الفترة اللي جاية أو تستبعد من التصنيف فيه أمور كثيرة جداً لها حلول لنلقيت لكم قبل كده هي زي الفنكوش موضوع ما كانش ليه معنى أو أزمة الناس اختلاقتها على الفاضي والموضوع أصلاً برمته ما فيهش أي أزمة فبالتالي هنا حرصاً على أن فيه اتحادات كانت حريصاً يتكمل دورياتها ما عندناش مشكلة ممكن تستسنى لأن الاتحادات دي أو الدول دي حريصة على المسابقة وما ينفعش أسويها بالاتحادات ودول أخرى لغت المسابقة وريحت دماغها وقالتها بعت آخر أندية تأهلت من الموسم الماضي فبالتالي إن شاء الله ما فيهش أي أزمة في هذا الأمر وإن شاء الله الدور المصر والمغرب الفترة الجاية ينتهي بشكل جيد جداً وتكون المباراة الفترة الجاية قبل عشرين أكتوبر تكون انتهت وده يتضح بقى في المكتب التنفيذي لما يتم اعتماد التواريخ هلف ومنتصف أكتوبر في نفس المعات في سيناريو آخر ده هيبان خلال الفترة اللي جاية أكتفي بهذا القدر من فقرة تريند تريند اللي الحمد لله حاولنا لكم فيها أدق التفاصيل بالنسبة للمرحلة القادمة أخرج إلى فاصل ثم نواصل ومعانا فقرة مهمة جداً من تريند الأهل اشتركوا في القناة